حياتنا كلها نزوح في الأربع السنة هذا دقنا فيها أشد المرارة من العذاب فرار وحسب فالموت لا يستثني مقعداً أو طفلاً أو امرأة هنا لا يكترثون لتفاصيل حياتهم فالمحافظة على بقائهم أحياءً هو الأهم تتحدث أعينهم عن قسوة الظروف والحياة وعن خمسة أعوام من الحرب التي عصفت بحياة اليمنيين تسير الحياة هنا حول منزل طيني يسكنه 21 نازحاً في الساكنين في أربع أسر البيت هذا أنا أسره الذي هذا أمي ومعها أولاد أثنين صغار عادهم قصار وأخي الكبير أمره حوالي كده 12 سنة وهذا عمتي معها أسره متكاملة وإنسابي أثنين وعاد باقي أسره هذا ما دخلت في البيت هذا يعني في الحور كان حق بقر وغنم ومواشي وده نظفناه زيناه وسكنه داخله من على كرسيه المتحرك يبدل يوسف الحجولي جهداً في رعاية 16 طفلاً من أسرته وخمس نساء بعد أن هجرهم الحوتيون من منزلهم في مدينة حجة إلى محافظة الجو سافرنا مع مهربين تهريب يعني لو كان حصلونا في النقاط الأمنية كان نمسكوا الحايلة والكل أصبحنا يعني تهريب مع المهربين كان ندي للسيارة الـ 100 ألف لما توصلنا لهنا في هذا المنزل المتداعي لا يملك الحجول حولاً أو قوةً لترميمه فالقيود التي وضعها الشلل على قدميه جراء تصديه لهجوم الميليشيا قبل ثلاثة أعوام شعلته عاجزاً قبل أربعة أعوام كان نائب مدير دائرة الضرائب في حجة وعقب سيطرة الحوثيين على المدينة يجمع أفراد أسرته الثلاثة والثلاثين للنجاة بهم فعناصر الميليشيا كانوا قد صنفوه بالداحش في اليمن تعرف الحياة الضيقة الحجولي وأربعة ملايين نازح أكثر مما تعرفهم المنظمات الدولية وأطراف الحرب لا آمال هنا ولا أحلام فوطأة الحياة قاسية وثقيلة والجهود المحلية لا تقيهم عواصف الجوع والقهر فالحرب لم تكف عن ملاحقتهم حتى وهم في أشد حالاتهم حرجاً يتكئ النازحون على أمل العودة إلى منازلهم في المدى القريب فحياة المخيمات لم تعد قوية على أن تحمل أكبر مما تطيئ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر